ازيكم يا اصحابي شاطرين النهاردة هنتعلم مع بعض درس سهل قوي و مهم جدا اسمه فوق و تحت يعني ايه فوق و يعني ايه تحت و انت بكون الحاجة فوق و انت بكون الحاجة تحت ده نعرفه مع بعض النهاردة احنا هنا شايفين شجرة ربيا قدامنا وفي ولد تحتيها و الشجرة فوق الولد فازاي بقى نقولها بطريق ده نهاردة احنا هنا شايفين الوعد واقف فين تحت الشجرة لما يبقى في حاجة تحت حاجة نقول بطريق ده نهاردة عشان الوعد تحت الشجرة نقول الولد تحت الشجرة واقفه تحت الشجرة عشان نضل بتاعها طيب بيقولنا هنا ايه عايزين نوصف كل حاجة من دول عندنا الكرة هنا مكانها فين الكرة اكيد زي ما انت بقولتو تحت الطاولة الطاولة اللي هي التربيزة زي ما انتما شايفين ان الكرة موجودة هي ستة تحت التربيزة الطاولة دي مكانها فين اكيد زي ما انتما قلتو اكيد عصير بيقى موجود فوق الطاولة ماشي اصحابي طيب نشوف رسمة جميلة دي عندنا هنا هو كتاب محبوط على الارض فنقول ايه الكتاب فوق الارض و تحت الارض اكيد طبعا ما يفعش كنا كتاب تحت الارض فنقول الكتاب فوق الارض يعني موجود على الارض طيب اصحابي سؤال ليكوا انتو بقى عندنا ورد جميلة هوا لبس نظارة السؤال بيقول ايه النظار اللي لبسها ورد دي فوق ولا تحت العين اكيد طبعا السؤال سهلة جدا عشان انتو شاطرين وهتعفد تجاوبوني عليه وتقولولي اجابة مرة جاية لما نتقابل في درس جديد مع بعض وكده يكون خلص ده ساعة النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته